موسيقى السابعة بتوقيت القدس الشريف نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعنهوي موسيقى موسيقى القوة الصاروخية اليمنية تعلن إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مفاعل براكة نواوي في أبوظبي والإمارات تنفي الناطق باسم ينصر الله ينفي للميادين تبلغ الحركة بأي وساطة لتأمين خروج آمن لعلي عبدالله صالح الميادين تحصل على تسجيلات لجنود إسرائيليين تؤكد وقوع جرح في صفوفهم خلال اشتباكات الخميس مع المقاومة الفلسطينية وسائل علامة إسرائيلية تسارع في بثها عملاء تهوي الشبكات الإسرائيلية بعد حرب تموز وثائقي للميادين عن استهداف خلايا التجسس مرحبا بكم أعلنت القوات الصاروخية اليمنية إطلاق صاروخ باليستي على مفاعل براكة نواوي في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة مساعد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية عزيز راشد أشار إلى أن إطلاق الصاروخ يمثل رسالة عسكرية وسياسية محدرا من أن القوات اليمنية ما زال لديها المزيد من هذه الرسائل الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن أشرف لقمان أكد للميادين أن في اليمن طاقات قادرة على تصنيع وإنتاج المزيد من الصواريخ الباليستية الإمارات لن تكون بمنأة عن صواريخنا وأن كل الاستثمارات التي تأتي في الإمارات سواء في أبوظبي أو في دبي لن تكون في منأة عن صواريخنا وليعلم جميع العالم أن الإمارات بكاملها لم تعد منطقة آمينة للاستثمارات لدينا كمية من هذه الصواريخ ولدينا مفاجئات كبيرة بالأمس لم يكن أحد يتصور أن لدينا صاروخ من هذا النوع المجنح الكروز الذي يستطيع أن يضربه وكان الجميع يسأل ما هو الصاروخ الذي ضرب أبوظبي المرة في أغسطس نحن اليوم أظهرنا جانب ولدينا الكثير نقمان أشار إلى أن ما حصل في صنعاء هو مجرد فقاعة تتمثل بخروج صالح من المعادلة وتحالفه مع ما سماء العدوان على اليمن مؤكدا أن الوضع الأمنية في العاصمة بات مستتبا وأن الأمور هادئة تماما الوضع الميداني مستتبا اليوم أكثر من خلال 24 الساعة الماضية كانت ظهيرة الأمس تختلف عن ظهيرة اليوم بالأمس كانت هناك بعض المشاكل والاشتباكات في مناطق مختلفة مثلا من شارع القزائر إلى منطقة الوحدة إلى منطقة الحي السياسي اليوم الأمور هادئة تماما وقد تحقق لنا الكثير من الإنجازات والانتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود الرجال الشرفاء الناطق باسمي أنصار الله محمد عبد السلام قال للميادين أن الحركة لم تبلغ بأي وساطة لخروج آمن للرئيس السابق علي عبد الله صالح من اليمن وأشار عبد السلام إلى أن أنصار الله لم تبلغ بأي وساطة من طرف العمانيين بخصوص ما يجري في صنعاء من فتنة أشعلتها ما سماها ميليشيات الخيانة أذو قد أعلن المؤتمر الشعبي والعام أن موقفه ثابت في مواجهة العدوان سواء بالشراكة أو من دونها وليس كما فسر خطاب رئيس المؤتمر يوم أمس تفسيرا خاطئا ورحب المؤتمر في بيانه بأي جهود توحد الصف الداخلي وتزيل كل أسباب التوتر القائم ودع المؤتمر إلى وقف الفوضى والاتزام بالنظام والقانون والحفاظ على النظام الجمهوري كما دعا إلى توجيه كل الطاقات والجهود الوطنية نحو الدفاع عن الوطن معنا من العاصمة اليمنية صنع عبر الهاتف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام سيد يحي العابد مرحبا بكم سيد العابد هذا البيانة التي أصدرتموه لماذا ولمن يرسل طبعا في البداية أؤكد الزائم علي عبدالله صالح لم ولن يخرج من اليمن ولا يطلب لجوء سياسي في أي دولة أو خروج آمن ونكذب كل موارد في هذا الجانب من أي مطور كان هذا أولا فيما يخص البيان هو ما حاول الإخوة والأحباب في أنصار الله أن يجعلوا من المؤتمر الشعبي العام من الزائم علي عبدالله صالح ناصر القضايا العربية والقومية العربية والمقاومة الإسلامية في لبنان المقاومة العربية أن يلوث تأريخه التلاقي مع الأدوان السعودي الغاشم على اليمن فهي كتوبة كبيرة هنا نريد من خلال هذا البيان أن نؤكد كنا بشراكة أو بدون شراكة نحن ضد الأدوان ما حدث من تصليحات سابقة أو موقف للمؤتمر الشعبي العام لا يعد خيانه لا يوجد زائم عربي مثل الزائم علي عبدالله الصالح يمكن أن يلوث تأريخه الناصر بالبيض بهذه المؤامرة على أبناء شعبه لا يمكن أن يضحي بالدم اليمني لا يمكن أن يضحي بما تعرض له كل الشعب اليمني رغم كل الإغلاقات التي قدمت له نؤكد أن اليمن وشعب المؤتمر الشعبي العام تابت في موقفه ضد الأدوان وأي وساطة أو ترحيب بوساطة لحل الشعب اليمني نحن وأخواننا في أنصار الله نمثل كيان واحد جسد واحد، هدف واحد، قضية واحدة، هوية واحدة، أدوان واحد هو الأدوان السعودي وحلقاءه سيد العابد، الترحيب الذي خرج من التحالف بما قاله الرئيس السابق علي عبدالله صالح ما رأيكم فيه؟ ما الذي تقولونه فيه أيضا؟ نقول ما حدث في اليمن من تصريحات للزعيم على عبدالله صالح والمؤتمر الشعب العام يعج شأن داخلي لا شأن لنا بالعدوان وتصريح كنوات الفتنة القنوات التي عبثت بالشعب اليمني على انتداد ثلاثة عوام ماضات قناة الحدث، قناة الجزيرة وغيرها من الكنوات وما قاله المرتزقة والخوانة والعملاء الجبناء الموجودين في الرياض أيضا لا يعبر عننا، لا يعبر عن المؤتمر الشعبي العام لا يعبر عن أمق مشاعر المواطن اليمني المؤتمري الصامت في صنعاء، الصامت في جبهات القتال الصامت على كل الآلام والحصار والجوع الذي موجود فيه لا يعني أننا وقفنا في موقف خاص مع أخواننا في أنصار الله رفضا للفضوضة أو رفضا لما يحدث من بعض الاشكالات الداخلية هناك حلول يمكن أن يصل إليها اليمنين ولكن لا يعني هذا أن يصل الأخوان في أنصار الله إلى مرحلة الشدة والكسوة أن يجعلوا من كل الشعب اليمني كأنهم أدوات سيد العابد، في نوع من اللغة إن كان ما قلتم بأنه فسر ما قاله الرئيس السابق علي عبدالله صالح بطريقة خاطئة أو حتى البيان الذي تليته قبل قليل قيل بأنه ليس بيان المؤتمر الشعبي العام أنت تؤكد هذا البيان؟ هو بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام وهناك تصريح أيضا آخر من المكتب الرئيس المؤتمر الشعبي العام يؤكد أنه لا وجود لحكاية وساطة عمانية رغم أننا نرحب أي وساطة من الشرفاء من فلطنة عمان من السيد حسن نصب الله لرابة السابق لما حي أحدث في اليمن ولكن لا يعني هذا أنه نعم البيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأؤكد أنه صادر عن المؤتمر الشعبي العام هذا موجه لأنصار الله إضافة لشريحة المجتمع اليمني وبالتالي إذا فهمتك صح ما هي الخطوات التي سنراها لاحقا نحن نمد يدنا للسلام مع أي طرف في اليمن داخل اليمن أنصار الله أخوانا شكائنا هناك لبس هناك ظروف ووصلتنا إلى هذه المرحلة أن يتحدث الزأي ما يقوله أن يتحرك المؤتمر الشعب الأيام للدفاع عن مسجد صالح عن بيوت أبناء صالح عن ما تعرض له من أدوان من الأخوان في أنصار الله وطبيعا أن ندافع عن أنفسنا بد مجموعة رأت فيها القوة وفينا الضعف ضروري أن يعرفوا أن حجمنا موجود إن المؤتمر الشعبي العام موجود في كل اليمن والتعاون أو التجاوب الشعبي الكبير مع دعوة مع المؤتمر الشعبي العام لمواجهة الأنف الذي واجهنا خلال الثلاثة الأيام الماضية يؤكد حجمنا وقوتنا ويؤكد رفض النسبة لبعض الممارسات المرفوضة من أخواننا في أنصار الله ولا يعني هذا أن كل الأبناء مغلقة بالعكس لا يمكن لأنصار الله أن يبيد المؤتمرين ولا يمكن للمؤتمرين أن يبيد أنصار الله كلنا أبناء وطن واحد وجسد واحد وهوية واحدة وقضية واحدة ودين واحد لا يوجد ما يجعلنا بالمعنى العملي سيد العابد في الاشتباك والتصريحات والاتهامات المتبادلة هذا وارد لكن بالمعنى العملي بعد كل ما جرى ما الذي سنرى أنت تقول أن أبواب ما تزال مفتوحة كيف سيتجسد ذلك عمليا؟ إذا هناك من دعوة يجب أن تقال عبر قناة اليمنين إذا كانوا هناك عقلاء في أنصار الله عليهم أن يوقفوا ميليشياتهم إذا كان هناك عقلاء أيضا في المؤتمر الشعب العام عليهم أن يقفوا كل تحرك عسكري المناطق التي سيطروا عليها هناك دولة هناك مجلس سياسي على أن يسيطر على الموضوع أي خطاب بإثم فرد أو مجموعة أو جماعة يكون لاغي تماما وما يصدر عن كيان مجلس سياسي على بقوامه الخمسة والحكومة المشتركة يكون ملزم لكل الأطراف هذا على المستوى الداخلي وإذا كانت هناك موساطات خارجية من أشخاص نثق فيهم كما قلت سلطان عمان أو السيد حسن صلى الله فهو شرف لليمنيين أن يكون هناك وساطة من ناس نحترمهم ويحترمون إرادتنا وساطة بأي معنى؟ ما المطلوب الآن لعودة الأمور لما كانت عليه قبل أربعة أيام؟ بمعنى من كل الأطراف أن لا يتكرر ما حدث هناك طبعا أعتقد أن الوقت لا يتسع معي لأن أشرح كل شيء ولكن هناك ضيم حدث في هذا البلد هناك حصار على اليمنين هناك مرتبات مقاطعة ما حدث خلال اليومين منذ بدأت التحركات والمواجهة بين أنصر الله والمتمر ارتفاع غير عادي في الأسعار الناس اتجهوا إلى محلات الأسواق إلى البطالات لشراء المواد الغذائية لتخذنا هناك خلال موجود في البلد إذا لم نتلافع أنفسنا ككيان وطني يحب الشعب اليمني ويحب الوطن سيد العابد أنت قلت المجلس السياسي الأعلى هو الحكم سيكون بين الجميع وما يتم الوصول إليه من خلال المجلس السياسي الأعلى سيكون مظلة للجميع يعني سيكون هو مظلة للجميع الاحتكام للمجلس الأعلى السياسي الأعلى يفترض ككوام متكامل نعم شكرا جزيلا لك سيد يحي العابد القيادة في حزب المؤتمر الشعبي العام كنت معنا عبر الهاتف من صنع دع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي كل المجموعات والأحزاب والتيارات السياسية في اليمن لتضامن مع بعضها البعض ضد ما وصفه بالعدوان الأجنبي قاسمي لفتا إلى ضرورة يحل اليمنيين خلافاتهم الداخلية في إطار الحوار وأبدأ سفه إزاء المواجهات الأخيرة في اليمن معاناة اليمنين تزداد نتيجة الحرب والحصار وفي هذا الإطار تختتم الميادين أونلاين الحملة التي أطلقتها تحت عنوان أنقذ أطفال اليمن لإيقاظ الضمير العربي والعالمي وتسليط الأنظار على مأساة أطفال هذا البلد المحاصرين بالحرب والأمراض والمجاع ترجمة نانسي قنقر لعيونك بتينا هذا يستمر التفاعل والناشطين مع الحملة التي أطلقتها الميادين أونلاين بعنوان أنقذ أطفال اليمن تغريدات من حول العالم ومقاطع فيديو تستنكر الحصار والتجويع والقتل الذي يلم باليمنيين على مدى سنوات الحرب فاطمة قاسم موسيقى 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 ماذا يعني أن يموت طفل كل عشر دقائق؟ لماذا تهشم عظام أطفال اليمن وتحرق جلودهم؟ أسئلة ترحتها فاطمة خليفة في مقال على مدونة الميادين نت ضمن حملة التضمن التي أطلقتها الميادين أونلاين فاطمة تساءلت ماذا ينبغي أن نسمع أكثر حتى ننطفض ونصرخ؟ عشر دقائق كفيل هذا الرقم بأن ينشط الدورة الإنسانية لدى من تبقى لديه جزء منها تقول فاطمة الميادين أونلاين وجهت رسالة إلى الضمائر العربية وأحدثت حالة إنسانية دفعت كثيرين إلى التفاعل عبر الفيديوهات أطفال اليمن قلوبنا معكم وأنتو إحنا عندنا حروب وضمار إن شاء الله ربنا بفرجها عليكم ونقول لكل العالم أنقذوا أطفال اليمن نضامني مع أطفال اليمن ونشعر بيجوع الأطفال اليمن وأوكزوا أطفال اليمن أنقذوا أطفال اليمن أقول لأطفال اليمن نحن أسفون لأننا نبدأ فعلكم أي شيء فقط الكلام الكلام فقط والكلام لا يصنع المجلسات كيفا؟ رفقا بتفولة تستحق أن تعيش بأمان نحن أطفال سوريا ننادي أنقذوا أطفال اليمن ولم تقتصر المشاركات على الهاشتاك باللغة العربية فقد دخلت دول جديدة على خط الحملة منها بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وجرت مساهمات بلغات أخرى بينها الإنجليزية أثبتت وجود أرضية مشتركة مع الغرب فمع هاشتاك ستوب آرمينج سعودي علق جاك قائلا إن السعودية ترتكب إبادة جماعية في اليمن بمساعدة من الولايات المتحدة مرفقا منشوره بصورة لولا الطائرات الأمريكية المساعدة على تزود بالوقود في الجو لما تمكنت السعودية من إلقاء قنبلة واحدة وإضافة إلى وسم أنقذوا أطفال اليمن انتشرت وسوم منظمة الصحة العالمية غردت في حسابها على تويتر فاعتبرت أن اليمنيين يقللون من استهلاكهم الغذائي إلى مستويات خطيرة من أجل دفع تكاليف ارتفاع أسعار المياه أو إنهم يتحولون إلى مصادر مياه ملوثة وهذا يزيد من خطر الإصابة بالأمراض ولسيا ما بين الأطفال وفي كلام الصورة 16 مليون في اليمن تقريبا يفتقرون للمياه النظيفة وللصرف الصحي الملائم لنقل لا للحرب على اليمن ولنقف بوجه الظلم شاركوا بالهاشتاغ أو أرسلوا فيديوهات قصيرة تضامنا مع اليمن ونتقل الآن إلى الخلية التي لم تهدأ منذ إطلاق هذه الحملة مكاتب الميادين نت ميادين أونلاين معنا من هناك المحررة في الميادين نت الزميلة فاطمة خليفة فاطمة ما الذي حققته هذه الحملة ونحن نسجل اليوم آخر يوم لها نعم راميا في اليوم الخامس والأخير من الحملة التي أطلقتها الميادين أونلاين بعنوان أنقذوا أطفال اليمن وصلنا إلى العديد من الخلاصات أهمها أن هناك الكثير من المتابعين والمشاهدين من العالم العربي ومن خارج العالم العربي نتحدث عن فيديوهات ورسائل وصلتنا من الولايات المتحدة الأمريكية من بريطانيا وكندا الأمر الثاني اللافت راميا أن النخب الثقافية كان لها تأثير كبير في حملتنا على سبيل المثال الفنان اللبناني بديع أبو شقرة كان له مشاركة معنا وفيديو أخذ مشاركات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي بالمناسبة شقرة قال أن على الفنانين رسالة إنسانية يجب أن يوصلوها ولكن يبقى راميا الدور الأهم لنا كأعلميين أننا وضعنا المشاهد على تماث مباشر مع الصورة من خلال أرقام من خلال أعداد دقيقة من خلال استضافة معنيين بالشأن اليمن طيب فاطمة أنا كنت في أول يوم وسألت ما الذي يميز أول يوم في إطلاق هذه الحملة واليوم هو آخر يوم ما الذي سيحمله اليوم الأخير وهل من خصوصية له نعم راميا اليوم الأخير رسميا لهذه الحملة أجرينا قبل قليل مقابلة مع الناطقة باسم منظمة رعاية الأطفال رشا محرز والموجودة في صنعاء اليوم من بين القصص التي أخبرتنا إياها أن هناك طفلا يبلغ من العمر عشرة أشهر وهو مهدد بالموت لأن أمه عاجزة عن إرضاعه بشكل طبيعي بسبب معاناتها أيضا اللافت راميا اليوم التضامن التونسي الكبير مع أطفال اليمن الحقوقي التونسي زهير مخلوف يدعو في مقابلة مع الميادين نت إلى التحرك على مستوى المحاكم الدولية أيضا منصق شبكة باب المغاربية للدراسات الاستراتيجية فيصف ما يجري في اليمن بالإبادة بحق أطفال اليمن طيب نحن كان لدينا هاشتاج تحت اسم أنقذوا أطفال اليمن ما الأبرز ما حمله هذا الهاشتاج من تفاعلات من مشاركات هل يمكن رصد ذلك معك فاطمة نعم راميا حتى اللحظة ومع أننا أصبحنا في اليوم الأخير من الحملة بشكل رسمي إلى أن اليوم وصلتنا العديد من الرسائل من بينهم أطفال من جنسيات عربية يطالبون بإنقاذ أقرانهم في اليمن نرسل بعض التعليقات والتغريدات تحت الهاشتاج الخاص بحملتنا تغريدة لمحمد أبو الخير يقول فيها قضيتان تحتاجان مننا الوقوفة معهم بالإنسانية والوطنية وهما القضية الفلسطينية وقضية اليمن تغريدة أخرى لفريد جاء فيها يا قلوب الحجر انظروا إلى هذا الطفل البريء يموت في ذراعي أمه تغريدة أيضا لحسن عيسى يتقول طفل واحد من بين كل ثلاثة أطفال على وشك الموت جوعا في اليمن تغريدة لافضة أيضا رامية لمارلين النعمة وهي تأخذ اقتباسات عفوا عن الأم ترازة علينا أن لا ننتظر القادة بل لنعمل وحدنا شخصا لشخص تغريدة من السودان للدكتور حكيم إدريس يقول فيها من السودان رسائل تضامنية مع أطفال اليمن ودعوات إلى وقف الحربي والحصار هي تفاعلات كثيرة مستمرة كما أشرت فاطمة وتعدد وطننا العربي كنا نشاهد أيضا لتفاعلات من خارج وطننا العربي ونهاية الحملة لا يعني أننا أوقفنا استمرار المتابعة في الملف الإنساني نحن متضامنون باقونا في هذا المسار وأنا أشكرك فاطمة ربما أترك لكم في الميادين أونلاين الكلمة الأخيرة ما الذي ستقولونه وما الذي ستقدمونه نعم راميا هذه الحملة انتهت اليوم بشكل رسمي لكن التضامن مع هؤلاء الأطفال مستمر مستمر حتى وقف الحصار حملتنا انتهت إلكترونيا فقط لكنها من واجبنا الإنساني قبل واجبنا المهني أن نتضامن مع هؤلاء الأطفال ولأنهم عنوان هذه القضية وبهم بدأنا وبهم نختم هذه النافذة فأي حلم يراود الأطفال اليمن اليوم فلنشاهد سويا نطالبي قاف الحق على المستشفيات والبيوت والمدارس حلمي أن أغسل مدرستي وأترك العمل في هذا المجاه فأني أشبي على أسرتي أريد أن ألعب مع أصدقائي أريد أن أذهب إلى المدرسة بأمان أريد أن أحقق أحرام هذه أصوات بعض الأطفال ضمن حملة الميادين أنقذوا أطفال اليمن هذا الهاشتاج كان الترند العالمي الأول في الأيام القليلة الماضية ضمن حملة الميادين نختتمها صحيح ولكننا كما قلنا مستمرون في المواكبة والمتابعة سأشكر من جديد الزميلة فاطمة خليفة المحررة في الميادين نت حصلت الميادين من المقاومة الفلسطينية على تسجيلات صوتية لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباك الأخير في غزة يوم الخميس الماضي مضمون التسجيلات يؤشر إلى وجود عدد كبير من الإصابات بين جنود الاحتلال كما يؤشر إلى قدرات المقاومة الفلسطينية في رصد اتصالات قوات الاحتلال الإسرائيلي وتسجيلها قد سارعت وسائل أعلام إسرائيلية إلى بث خبر خبر عن التسجيلات التي نشرتها الميادين نتابع هذا العرض مع محمد محسن هو هجوم جدي جدا هكذا وصفته الأوساط العسكرية الإسرائيلية يوم الخميس الماضي المقاومة الفلسطينية رصدت اتصالات قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجوم والميادين حصلت على هذه التسجيلات من المقاومة الفلسطينية نبدأ بالمقطع الأول الذي يستعجل فيه ضابط إسرائيلي سيارات الإسعاف لإجلاء جرحة في المقطع الثاني يشدد الضابط على ضرورة الإسرائي بحضور الإسعاف ما يوحي بوجود إصابات خطيرة بين الجنود الإسرائيليين في المقطع التالي سنسمع حصيلة الجرحة الإسرائيليين بلسان الضابط الإسرائيلي سائلا عن الأوضاع بعد مرور نصف ساعة من الاشتباك والقصف المتبادل الآن مشاهدين سنستمع إلى توجيهات تلقاها الإسعاف الإسرائيلي للوصول إلى مهبط مروحيات الإسعاف سعد 5 تقلهم إلى المستشفيات هذه اللحظة رصدتها المقاومة الفلسطينية أيضا نستمع سويا مشاهدين تقول مصادر المقاومة الفلسطينية للميادين إنما جرى كان ردا على الاعتداء الذي استهدف فلاحا فلسطينيا في نابلس بالضفة الغربية وهو رسالة حول حتمية رد المقاومة على أي اعتداء إسرائيلي يطال أي فلسطيني في الضفة الغربية أو غزة أما عن رد حركة الجهاد الإسلامي على عملية تدمير أحد أنفاقها فهو لم يحصل بعد وفق مصادر المقاومة الفلسطينية وتحديد زمانه ومكانه متروك لحركة الجهاد الإسلامي من قطاع غزة المحاصر ينضم إلينا مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي سيد داود الشهاب مرحبا بكم سيد الشهاب هذه العملية كانت يوم الخميس الماضي النشر اليوم إسرائيل اتهمت حركة الجهاد والحركة لم تنفي ومن خلال هذا المنطلق أسألك لماذا هذا النشر اليوم ما الأهداف بسم الله الرحمن الرحيم أولا هذا التسجيل الذي عرضته الميادين يكشف أن المقاومة قادرة أن ترد على هذا العدوان وأن تردع هذا العدو والمقاومة هي التي تحدد طبيعة المعركة وزمان المعركة ومستوى المعركة وأيضا هذا التسجيل ليست في المرة الأولى التي تتمكن فيها المقاومة من استخدام هذه التكنولوجيا في المتابعة والرصد لتحركات العدو حدث ذلك في العام 2012 وتكرر ذلك في العام 2014 أقصد في عدوان العام 2012 وفي العدوان على قطاع غزة في العام 2014 وفي أكثر من مناسبة في مواجهة الاحتلال الصهيوني المقاومة الفلسطينية دائما تؤكد على أنها قادرة ومستعدة لمواجهة كل الاحتمالات والتصدي له هذا العدوان الغاشم والرد عليه وأنها هناك أكثر من رسالة الحقيقة أن المقاومة هذا نهجها المقاومة هي نهج وليست ردة فعل على حدث هنا أو حدث هناك مع التأكيد طبعا على ضرورة التصدي لكل عدوان يقع على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية ما المقصود سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية يعني سلاح المقاومة ما عني بالدفاع عن الضفة الغربية سلاح المقاومة يدافع عن الشعب الفلسطيني أينما وجد سلاح المقاومة يدافع عن الأرض الفلسطينية وربما الآن يدور حديث يشغل اهتمام وسائل الإعلام كثيرا عن الخطة الأمريكية لنقل السفارة أو للاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصيوني على الجميع أن يفهم وأن يدرك بأن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تصمت ولا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه السياسات العدوانية على الشعب الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية بشكل واضح هي رسالة ليست فقط لإسرائيل سيد الشهاب صحيح هذا ما أفهمه منك الأمر يتعدى إسرائيل لدول عربية أقليمية للمتحدة الأمريكية نحن الشعب الفلسطيني فوق هذه الأرض ويدافع عن نفسه ويدافع عن أرضه وهذا حق المشروع نحن نواجه الاحتلال الصهيوني على هذه الأرض معركتنا مع الاحتلال الصهيوني نحن نعرف جيدا وجهتنا ونعرف أيضا عدونا نعرفه جيدا ونواجه هذا العدو على أرضنا فوق أرضنا المباركة وفوق أرضنا المقدسة وبالتالي بنواجبنا ومن التزامنا ألا نقبل بأي تعدي أي أن كان شكل هذا التعدي على أرضنا على شعبنا على مقدساتنا سيد الشهاب تقولون بأنه ستكون هناك معركة مفتوحة للدفاع عن فلسطين إذا ما كان هناك تعدي بمعنى الحديث أن يوم الأربعاء سيكون هناك نقل للصفارة الإسرائيلية للصفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة هذه رسالة تهديد من المقاومة قبل أي تحرك من هذا النوع أي فعل تعدي على الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني مستعد لأن يدافع عن نفسه وأن يدافع عن أرضه وبالتالي الانتفاضة الفلسطينية الحديث أن نخوض حرب مفتوحة بالفعل نحن نخوض الآن نحن نخوض حرب مفتوحة من خلال صمودنا على هذه الأرض من خلال المواجهة اليومية مع الاحتلال مع قطعان المستوطنين على هذه الأرض المباركة فعل الاحتلال وعدوان الاحتلال يفرض علينا دائما أن نكون على أتم الجاهزية وعلى أتم الاستعداد لمواجهة هذا الاحتلال المجرم وبالتالي نحن نقول بالتأكيد الشعب الفلسطيني سيدافع عن أرضه انتفاضة القدس مرشحة لمزيد من التصعيد ومزيد من الاشتعال في حال اتخذت خطوات عدائية بهذا المستوى وبهذا الحجم سيد شهاب البعض وضع العملية والكشف في هذا الشكل أو ربطها برد الجهاد على عدوان النفاق أو الأنفاق وأنتم تضعونها في إطار أوسع هي ليست مرتبوطة برد لحركة الجهاد الإسلامي أنا قلت هذا نهج حركة الجهاد الإسلامي تنتهج نهج المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وفي مواجهة الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها الإرهابيون القتلى المجرمون الصهاينة على أبناء الشعب الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس هذا هو نهج المقاومة وهذا هو واجب المقاومة وهذا هو التزام المقاومة إسرائيل تقول أنه لا تريد التصعيد لن تصعد إلا إذا ما صعدت حركة الجهاد الإسلامي وهي تخصكم بالذكر ولا أدري في إطار ذلك إن كان هناك أي اتصالات قد وردتكم من أطراف ربما عربية أقليمية هو أولا ماذا تفعل إسرائيل إذا كانت إسرائيل تدعي أنها لا تريد التصعيد ما الذي تفعل إسرائيل على الأرض ما الذي فعلته إسرائيل يوم الخميس الماضي عندما أعدم هذا المزارع الفلسطيني في أرضه ما الذي تفعله إسرائيل وهي تقتل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية على الحواجز ما الذي فعلته إسرائيل عندما قصفت نفقا للمقاومة قبل شهر من الآن. كل هذا ما الذي تفعل إسرائيل يوميا بحق الصيادين في عرض البحر. الشعب الفلسطيني ضحية لهذا العدوان ولهذا الإرهاب الصهيوني الذي يتجاوز عمره الآن أكثر من سبعين سنة. ولا أحد يتحرك أو يحرك ساكنا للجم إسرائيل أو لردع إسرائيل عن عدوانها. هل مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يبقى مكتوفة الأيدي كالضحية التي تنتظر الدور عليها لقتلها؟ لا. لن يفعل الشعب الفلسطيني ذلك. الشعب الفلسطيني سيتمسك بمقاومته سيتمسك بسلاحه هذا هو فعل الشعب الفلسطيني وهذا هو نهج الشعب الفلسطيني كله. وحركة الجهاد الإسلامي كجزء من الشعب الفلسطيني جزء أساسي من الشعب الفلسطيني لا يمكن لها أبدا أن تقبل بالضيم. ولا يمكن لها أن تقبل بالاستسلام أمام الإرادة الصهيونية وأمام الإرهاب الصهيوني. ستبقى تقاوم هذا نهجها. عفوا. حول الاتصالات؟ الاتصالات موجودة. وهناك تواصل مستمر. فيما تعلق بموضوع الصراع مع الأشقاء المصريين. باعتبارهم رعوا اتفاق وقف إطلاق النار في العام 2014. نحن أوضحنا موقفنا واضح. موقف المقاومة واضح. الضغط يجب أن يكون موجها للكيان الصهيوني. الطرف المعتدي على الشعب الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية. والجميع يشاهد الحقيقة كل يوم ما الذي تفعل إسرائيل وما الذي ترتكب إسرائيل. اليوم كان هناك عدوان إسرائيلي. اقتحام إسرائيلي من المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك. هل يظن أحد أن الشعب الفلسطيني سيصمت أمام هذا العدوان وأمام هذه الاقتحامات وأمام هذا التوغل اليومي على أرضه على أبناء شعبنا على مقدساتنا. هذا لا يمكن أن يكون. شكرا جزيلا لك سيد داود شاب. مسؤول مكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي. كنت معنا عبر الإنترنت من قطاع غزة المحاصر. فاصل قصير ونواصل السابعة. أهلا بكم الجديد في السابعة من الميادين والتي نستأنفها من أرضنا المحتلة في فلسطين. وللمرة الأولى منذ الاحتلال اقتحمت مجموعة من المستوطنين بحات مسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة. وقد تجول المستوطنون في البحات تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو أنه بعث برسالة إلى قائد قوة القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني والقادة الإيرانيين يحذرهم فيها من التعرض للقوات الأمريكية بالعراق. رفض سليماني تسلمه. خلال الأسبوع الماضية نرى جهود الإيرانيين للتأثير بشكل كبير في شمال العراق ومناطق أخرى ليتبين لنا مدى سعيهم ليكونوا قوة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. في الواقع كان هناك خبر لم يأخذ الاهتمام الكافي هنا. ولكنه أحدث ضجة في إيران. لقد بعثت برسالة إلى قاسم سليماني. فهو كان قد أعلن أن قواته قد تهدد المصالح الأمريكية في العراق. كما أعلن نيته ضرب قوات الأمريكية الموجودة في العراق. لقد رفض فتح الرسالة. وثائقي عملاء تهاوي الشبكات الإسرائيلية بعد حرب تموز يسلط الضوء على تهاوي عشرات شبكات التجسس الإسرائيلية في العامين 2009 و2010. الوثائقي يعرض على شاشة الميادين بعيدة تاسعة من مساء اليوم بتوقيت القدس الشريف. هبط الله بيطار. لبنان يملأه العملاء من الحدود إلى الحدود. بعمر الصراع مع إسرائيل عمر تاريخ العمالة في لبنان. النشاط الأمني الذي تشهده الساحة اللبنانية في الفترة الأخيرة يبني على جهود سنوات من كشف عملاء وتقديمهم للعدالة. وثائقي عملاء تهاوي الشبكات الإسرائيلية بعد حرب تموز من إنتاج الميادين وإعداد الصحفي عباس فنيش يسلط الضوء على زلزال أمني تمثل بتهاوي عشرات شبكات التجسس الإسرائيلية بين عامي 2009 و2010. يتناول الوثائقي نماذج عن العملاء تلخص النشاط الإسرائيلية في تلك الفترة على مختلف المستويات. انطلاقا من عملية اغتيال القياديين في حركة الجهاد الإسلامي نضال وجهاد المجذوب وعملية اغتيال القيادي في حزب الله غالب عوالي. دورنا التلفزيون عرفت كيف بقى أنا عم بفتل هيك دقيت اغتيال القائد بحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزي ودي هيدا ابناء حرب تموزة عام 2006 أظهرت تراجعا في المعلومات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمقاومة اللبنانية الأمر الذي دفع إسرائيل إلى إعادة تفعيل الخلايا وهذا بدوره أدى إلى الإمساك بطرف الخيط وتهاوي الشبكات لجأ إلى محاولة تجنيد يمكن عدد كبير تقدروا يعطوه إحداثيات لأنه تبين أن الإحداثيات اللي عنده ما لطعمه ما عطت أي نتيجة ما قدر الحق ضرر بالمقاومة يكشف الوثائقي وسائل عمل العملاء وأساليب مشغليهم التي كشفتها الأجهزة الأمنية ومن خلال المقابلات مع شخصيات ذات صلة يعرض الوثائقي السلاح الأقوى الذي عملت إسرائيل من خلاله مع عملائها ألا وهو التفوق التقني العدو الإسرائيلي كان قد اخترق الشبكة اللبنانية للاتصالات من بداياتها من أيام الأرضي الإنجاز الأمني في القبض على شبكات العملاء لم يكن ليتحقق لولا التكامل في عمل الأجهزة الأمنية للدولة مع حزب الله ومساعدة أطراف كالحزب السوري القومي الاجتماعي والنتيجة كانت مثولة عدد من العملاء أمام العدالة وإصدار أحكام الإعدام بحقهم وإضغام هذه العقوبات معا بحيث تنفذ بحقه العقوبة الأشد أي الإعدام يضع الوثائقي هذه المعلومات أمام الرأي العام ويترك المشاهدة أمام سردن يظهر درجة استباحة إسرائيل للبنان ومدى تغلغلها عبر عملائها في مختلف القطاعات من الأمني إلى التقني ووصولا إلى الاجتماعي للمزيد انضم إلينا هنا في الستوديو معدوى مخرج وثائقي عملاء زميلنا عباس فنيش مرحبا بك مرحبا إذن عملاء تهاوي شبكات التجسس الإسرائيلية لماذا هذا الوثائقي وما الهدف شكرا لك طبعا الهدف هي ثلاث أهداف أساسية الهدف الأول لضع الإنجاز الأمني الكبير الذي حصله عام 2009 و2010 بتهاوي هذه الشبكات إنجاز أمني مشترك أجهزة الأمنية للدولة اللبنانية بكافة فصائلة أو بكافة فروعة طبعا جهاز أمن المقاومة له دور وكان هذا الزلزال بحسب ما حصل للتعبير أن ذاك الكل كان يعبر عنه بالزلزال نحكي عن أكثر من 141 عميل وشبكات تهاوت بالكامل عام 2009 و2010 هذا الهدف الأول الهدف الثاني هو حجم التغلغل الذي كان قد حصل في طيلة تلك السنوات طبعا كان حرب تمز وما تلاها هي المحطة الأكبر ولكن كان أبل عمليات اغتيالات قد حصلت وشهدتها الساحة اللبنانية وضعت علامات صحيح بل كان لهم الدور الأبرز وأن كان التنفيذ لدى العدو الإسرائيلي ولكن الأساس كان عند العملاء سواء عبر التعقب والرصد وجمع المعلومات وتقديم المعلومات حتى بعض العملاء ذهب أكثر من ذلك أوصل المجموعات التي قامت باغتيال بعض الشخصيات إلى الخطوة الأخيرة وقاموا هن يمكن بضغط الزر إذا صح التعبير الهدف الثالث الهدف الثالث هو لا بد من العمل كل فترة وفترة على إنعاش هذه الذاكرة طبعا اليوم الساحة اللبنانية بلشنا نرجع نسمع بموضوع العملاء يطفو إلى السطح مجددا والتوقيت أضاء على الهدف الثالث إذا صح التعبير هذه الذاكرة يجب أن تبقى حية أن هناك أعمال شنيعة سواء عبر اغتيالات عبر استباحة كاملة للقطاعات كافة عبر الدخول إلى بيوت كل الناس وخصصية كل الناس عمليات اختراق عمليات اختراق وما إلى هناك هذه الذاكرة يجب أن تبقى حية لأن إحياء الذاكرة هو من آثاره المباشرة أنه النظر بعين الجدية إلى هذا الخطر وكلنا منذكر بعد عام 2000 في لبنان التراخي الذي حصل سواء عبر الأحكام أو عبر تعاطي بعض الشخصيات الرسمية وللأسف حتى الدينية أنا ذاك طغى على ذاكرة الناس أو على وعي الناس حتى صرنا نشوف العميل يدخل شهر أو شهرين أو ثلاثة ومن ثم يخرج هذا العمل أدى إلى التراكم وإلى تصاعد عمل العملاء بين 2000 و2005 واليوم نحن نعيش الذاكرة حتى تضل الناس من الذاكرة عباس إذا أردنا أن نتحدث كونه في تحديد بين عام 2009 و2010 هل من معلومات جديدة؟ هل من خصوصية؟ سنراها في طريقة العمل إبراز المعلومات التي ستأتي في هذا الوثائق ابتداء أكد أن كل معلومة موجودة هي مدونة بمحضر رسمي لدى الدولة اللبنانية ليس هناك اجتهادات طبعا بفترة معينة خاصة فترة التحقيقات أنا ذاك صدر بعض الأمور إلى الصحافة أو كان هناك بيانات من الجهات المختصة تعطي خلاصة نحن نفوت أكثر بالعمق نكشف أكثر بالعمق كيف عملت هذه الشبكات ونلاحظ أكثر النشاط كيف كان قد تفرع على القطاعات كافة أنا أؤكد أن كل ما هو مذكور في الوثائق هو مدون بمحاضر رسمية طبعا سواء عند الدولة أو عند الأجهزة الأمنية المختلفة بشكل سريع عباس عندما نسميه عملاء تهاوي شبكات تجسس هذه خلاصة صحيح الذي حصل في 2009 و2010 كان فعلا تهاوي عبر عنه بالزلزال كما قلت لك حتى العدو الإسرائيلي بعض التقارير الصحفية تحدثت عنه بهذا الحجم طيلة فترة الصراع لم نرى 140 عميلا يسقطون في قبضة الأجهزة الأمنية في لبنان ممكن عميل من هنا أحد العملاء الذين سعدوا بعملية اغتيال مثل أحمد الحلاق مثلا ولكن كانوا فرادة ولكن أن يسقط جيش بكامله عبارة عن العشرات أكثر من 140 كما أقول لك وشبكات كلها كانت قد ترغبطت وأن كانت تجهل عمل بعضها فهذا بحد ذاته تهاوي وزلزال هي مقولة أيضا لكل ربما من يدخل في هذا بأن هذه الشبكات مصيرها ستكشب حكما شكرا جزيلا لك زمين عباس فنيش معد ومخرج وثائق عملاء الموعد التاسع بتوقيت القدس الشريف شكرا لك في كل عام تخصص الأمم المتحدة شعارا موحدا لليوم العالمي للإعاقة وشعار هذا العام يتمثل بإيجاد مجتمع دامج فكيف هي نظرة المجتمع في لبنان تجاه ذوي الإعاقة سامي جلول مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة ويبدو أن الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان قد خطوا خطوتهم الأولى نحو توعية المجتمع على حقوقهم فالأماكن الأثرية والسياحية التي كان ارتياد وصعبا بالنسبة إليهم ها هي اليوم تصبح مقصدا لكراسيهم المتحركة وعصيهم البيضاء والبحر الذي كانوا يرمقونه من بعيد ها هم الآن فوق أمواجه لازم نحن اليوم بقطاع السياحة في لبنان بدءا بمركز بوقوف السيارات بالأماكن العامة يكون في مخصصة لأصحاب الحاجات الخاصة ومرورا بالمطاعم لفنادق إضافة لأماكن السياحية والأثارية في لبنان فرصة هؤلاء في ارتياد الأماكن السياحية تقابلها فرصة أكثر أهمية بالنسبة إليهم وهي إيجاد فرصة عمل يقتاتون منها معيشتهم تجربة توظيف أشخاص من ذوي الاحتجاجات الخاصة عندنا بالشركة كانت تجربة جيدة وناشحة وفي عندنا أشخاص منتجين جدا لا يمكن الاستغناء عنهم بفروعتنا شخص من ذوي الإعاقة إعطاء فرصة عمل هذا حق وفي فرق بين الحاجة وبين الحق الحاجة قد تعطى وقد لا تعطى إنما الحق ليس على زوءنا نعطي أو ما نعطي المؤسسات المعنية بالتأهيل يشرف على التدريب فيها أشخاص من ذوي الإعاقة أنفسهم وذلك من خلال ورشات عمل مكثفة للأسف أنه أنا هنا في لبنان كثير نلاقي صعوبة أنه جاء واحد معاوك جاي إلى وزيفة بيطلعوا فيه بإعاقته أنه أنت ما فيك تطلع ما فيك تنزل ما أنت معاوك النظرة الإيجابية هذه يقابلها عدم تطبيق القانون الخاص بحقوقهم والاتفاقية الدولية التي مر عليها ما يقارب العشر سنوات لا تزال في أدراج البرلمان اللبناني حيث لا تحظى أعداد كبيرة من حملة الإيجازات الجامعية بفرص عمل في اختصاصاتهم إيجاد مجتمع دامج للأشخاص ذوي الإعاقة بات أمرا ضروريا لإبراز قدراتهم وطاقاتهم والاستفادة منها على أكثر من صعيد سامي جلول بيروت الميادين أنا في الاستيديو المتخصص في شؤون الإعاقة سيد إبراهيم عبد الله مرحبا بكم سيد عبد الله اليوم العالمي للإعاقة تحت شعار هذا العام بإيجاد مجتمع دامج ما المقصود بمجتمع دامج وكم نحن قريبون أو بعيدون عن إتمام ذلك رح بلش من الآخر نحن بعيدون جدا عن ذلك مجتمع دامج هو أن يكون هناك مكان لكل شخص في هذا المجتمع أن يستطيع المجتمع استيعاب كل الناس بكل فوارقهم واختلافاتهم وتنوع أطباعهم وأشكالهم فهذا هو المجتمع الدامج للأسف هذا بالنسبة لكل المجتمعات يعني حدث عن مجتمعاتنا العربية عن مجتمعات ككل في لبنان كوننا نتابع تقرير زميل سامي جلول هل في خصوصية للمجتمع في لبنان المجتمع الدامج هو بمواصفاته هو مجتمع عالمي يعني بكل المجتمعات العالمية المجتمع الدامج تم تطبيقه بعدد كبير من الدول إلا أنه للأسف لازلنا بالعالم العربي بعيدين وأن كان هناك بعض الخطوات التي اتخذت باتجاه الإدماج الكامل لكن لا تزال المجتمعات العربية وصيما المجتمع اللبناني بعيد جدا عن موضوع الإدماج وأين هي المشكلة يعني أين تكمن العقد وما هي التحديات لإتمام ذلك بالمعروف أنه عادة إذا بدنا نعرف الإعاقة منقول هي الاعتلال زائد العوائق المجتمعية فالثلاث أرباع المشكلة هي في العوائق المجتمعية ثلاث أرباع الإعاقة في المجتمع فالمشكلة تكمن في الموقف السلوكي الذي تأخذ المجتمعات اتجاه قضية الإعاقة الناس ينظروا إلى المعوقين الأشخاص دوي الإعاقة على أنهم أشخاص مرضى أو أنهم أشخاص ينقصهم الكثير غير قادرين وهو في الواقع أنهم مواطنين مثلهم مثل الآخرين لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات وهذا لازلنا كما قلت بعيدين عنه في المجتمع العربي المشكلة مشكلة مجتمعات أم بمعنى أيضا القانون والدولة لا توجد قيوانين ترعى أو تحاول تنظيم الأمر القوانين التي نمتلكها بما فيها على صعيد لبنان القانون 220 الذي كان الأخ سامع يتكلم عنه هو قانون بات متخلفا بات متخلفا بالنسبة إلى الاتفاقية الدولية اتفاقية حقوق الأشخاص دول الإعاقة التي أقرت في الأمم المتحدة بالعام 2006 والتي لم يصادق عليها لبنان صادقت غالبيت الدول العربية لا في قانون في لبنان أنا ما فهمت القانون في إدراج مجلس النواب من عشر سنوات لا 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 في الاتفاقي الاتفاقي هي اللي عالقة بين مجلس الوزراء ومجلس النواب القانون أقر بسنة الألفين إلا أن أستطيع القول 90% منه لم يطبق وحتى بالمواد ونصوص هذا القانون بتنا متخلفين عن نصوص الاتفاقية الدولية شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم عبدالله المتخصص في شؤون الإعاقة ضيفنا هنا في الستيديو بعد أن نصل إلى ختام السابع نذكركم بعناوينها القوات الصارخية اليمنية تعلن إطلاق صاروخ باليستيب اتجاه بفاعل براكة نواوي في أبوظبي والإمارات تنفي الناطق باسم أنصار لا ينفي للميادين تبلغ الحركة بأي وساطة لتأمين خروج آمن لعلي عبدالله صالح الميادين تحصل على تسجيلات لجنود إسرائيليين تؤكد وقوع جرح في صفوفهم خلال اشتباكات الخميس مع المقاومة الفلسطينية وسائل إعلام إسرائيلية تسارع في بثها عملاء تهاوي شبكات الإسرائيلية بعد حرب تموز وثائقي للميادين عن استهداف خلايا التجسس دائما للمزيد من الأخبار واتقر إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الانترنت الميدين دات نت إضافة إلى موقعنا بلغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم آخر يوم في حملة أنقذوا أطفال يمن شاركوا أكونوا فاعلين إلى اللقاء شكرا